هناك شيئان الخطأ وسوء التفاهم أما سوء التفاهم فيمكن إزالته ولكن الخطأ لو يؤول فيه بكذا وكذا وقصدت كذا ولم تكن نية هذه فقد يطول الأمر بهذه التبريرات ولا يقبلها الطرف الآخر بل ينبغي للإنسان أن يعتذر على الخطأ فورا مع الحذر من تكراره لكن لا أحد يريد أن يتعرف على طبيعة الآخر وكل يجبر الآخر على رأيه ولذا تحدث المشاكل بينهما حقا لو تراجع كل منهما قليلا لنتهت أكثر المشاكل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وسلم